السلام عليكم وأهلا بكم في حديث العاشرة عقب انقلاب الميليشيا الحوثي في 21 سبتمبر عام 2014 تعرضت مؤسسات الإعلام الرسمي والأهلي للنهب والتدمير في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وعقب الانقلاب احتضن أشقاء في السعودية الإعلام بشقيه الرسمي والأهلي نناقش في هذه الحلقة دور الأشقاء في السعودية في احتضان الإعلام الرسمي والأهلي وكيف سام هذا الدعم من أشقاء في السعودية في عودة مؤسسات الإعلام الداعمة للشرعية ونستفيد أكثر حول دور الإعلام في معركة الوعي ودور الإعلام في إسناد الشرعية والمقاتلين في الجبهات وما الذي يحتاجه اليوم الإعلام المساند للشرعية كي يستمر في نضاله الوطني ماذا أيضا عن التحديات التي يواجهها الإعلام المساند للشرعية وكيفية التغلب عليها نناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيفنا في السوديو الأستاذ محمد الصالحي رئيس تحرير موقع مارب بريس مرحبا بك أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة أستهلا بك أخي عدنان وتشرفنا بوجودنا معكم الليلة أهلا وسهلا إذن مشاهدين الكلام قبل أن نبدأ نقاشنا نشاهد هذا التقرير على الأكاذيب أقامت إيران بيان ميليشيتها ولا شيء ينسف الأكاذيب كالحقائق ومن هنا تتجلى أهمية الإعلام الإعلام الذي يمثل جبهة بحد ذاته وتخشه ميليشي الزيف أكثر مما تخشى غيره وهو ما يفسر خروج زعيم العصبة الحوثية أكثر من مرة ليتحدث عن خطر الإعلام مؤكدا أن صاحب الكلمة أخطر في نظره من صاحب الرصاصة وتلك تصريحات كاشفة تحيل إلى المصدر الذي حرض الزبانية على الفتك بالصحفيين في المختطفات واستيادهم برصاص القناصات والتضييق عليهم ليهيموا بعيدا عن وطنهم في الشتات فلولا كلمات زعيم العصابة الحوثية ما تحول أتباعه وحوشا باحثين عن دماء فرسان الحقيقة الوحشية المستهدفة للإعلام الوطني والخوف من الحقيقة الذي يسيطر على الحوثي يؤكد مدى أهمية الإعلام ودوره تعزيزا للهوية وترسيخا لأهداف الثورة وقيم الجمهورية ومواجهة لأباطل الاستفراد الإمامية بحقائق الشراكة والتعددية انتصارا لتضحية الآباء وحفاظا على جيل الأبناء دور أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن استمرارية القيام به يوجب شكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي احتضنت وسائل الإعلام الشرعية وقدمت لها الدعم والمساندة فضلا عن احتضان مئات الصحفيين وأسرهم وبما يشكله مثل هكذا دعم من أهمية خصوصا وأنه أتى بعد اختطاف الميليشيا لإعلام الدولة وتضييقها على الكلمة المنحازة لتطلعات الشعب وفرضها اللون الوحيد في الأداء الإعلامي لون إيران وكل ما يمثل الخمينية ويروج لكاهن الحوثية وجميع ذلك لا ينفي بالتأكيد وجوب التوقف لتقييم وتقويم أداء الإعلام الوطني بدءا بتقييم مدى استثمار الطاقات والإمكانات المتوفرة جميعها لمواجهة أكاذيب الحوثي شكرا للزملاء الذين أعدوا هذا التقرير أبدأ النقاش مع ضيفنا في الأستوديو الصحفي محمد الصالحي في البداية أستاذ محمد نتحدث كيف انطلق إعلام الشرعية بعدما حصل له من تدمير ممنهج عقب انقلاب الميليشيا الحوثية نتحدث عن الإعلام الرسمي والإعلام الأهلي أيضا كيف انطلق هذا الإعلام عقب الانقلاب من منطلق التكامل العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الإيراني طبعا الذي حدث بعد انقلاب جماعة الحوثي في الـ 21 من سبتمبر 2014 من تدمير للحركة الإعلامية والصحفية والحرية الصحفية كان تدمير كبير جدا وكان المكاسب التي استطاع انتزاعها الصحفين خلال عقود وناظر الكثير من الصحفين من أجلها تم تدمير في لحظة في عشية وضحاها جميع تلك المكتسبات بل تم انتهاك جميع الحرية الصحفية من قبل جماعة الحوثي والميجي الحوثي التي أعلنت هي منذ اليوم الأول حربها على الإعلام مع الصحافة من خلال سيطرتها على كثير من قرارات المؤسسات الإعلامية الرسمية أو الأهلية ونهبها الكثير من المؤسسات الأهلية والرسمية جماعة الحوثي لم تخفي عداء للصحفين بل كان هذا شعارهم وكان عبد الملك الحوثي حينها في كلمة ألقاها تحريض واضح على الصحافة وعلى الصحفين ما حدث في صنعة هو نكسة كبيرة سواء للمجتمع الإعلامي بشكل عام وجميع فئاته وشرائحه أو على وجه خصوص للصحفين تشردت الكثير من المؤسسات الأهلية وتشردت الكثير من الصحفيين البعض منهم كان في وراء القضبان لدى جماعة الحوثي البعض منهم قتل لم يكن هناك منفذ أو مخرج إلا أقرب مكان كان للشرعيين لأن تتجمع بكامل مؤسساتها كانت المكان بالسعودية التي احتضرت الشرعية بجميع مؤسساتها وتم إعادة بناء جزء من مؤسسات الدولة حينها وكان الإعلام الرسمي عودة وانطلاقة من هناك من خلال القنوات الرسمية أو وكانت الأنباء الرسمية تلك العودة قد يرى البعض أنها لم تكن بالوجه المطلوب أو كان هناك قصور يتخللها أو هناك لكن البعض لا ينظر إلى المشكلة كأساسها يعني حجم الكاثة التي حلت والشتات التي حدثت العودة بحد ذاتها يعني كانت كان شيئا إيجابيا نعم يعني كما أقولك البعض ينتقد أو ينظر إليها أنه لم تكن بنفس المتوقع أو بنفس الطموح والآمال لكن العودة بحد ذاتها كانت إيجابية ندرك جيدا للزمراء في القناوات الإعلام الرسمي كنا مع بعض منهم تحدث كيف عادوا بناء المؤسسات أو القناوات من الصفر البعض لم يكن حتى الأرشيف لديه لم يكن لديهم أي شيء تم حدث جميع بناء أهم الجديد من نقطة أو الصفر كذلك كان هناك إشكالية في موضوع النطاقات أو اسم القناوات أو غيرها أو الحجز في الأقمار الصناعية لدى عربسات أو ليلسات كان الحوذي سطر على تلك القناوات مثلا قناة الفضائية اليمنية أو فضائية اليمن كان باسم جماعة الحوذي مهور مستطر عليها حتى عودت تلك النطاقات عودت تلك الحجوزات أخذ استغرق وقتا طويل أشاهد من القضية أن الأداء الإعلامي واجه صعوبات جمعه واجه مسؤولة كبيرة لكن للأسف أنه كان هناك كذلك تقصير من قبل الحكومة الشرعية ولا زال هذا التقصير مستمر نحن في معركة وجودية مع جماعة الحوذي الإعلام هو رأس الحربة والجميع يعلم أن الإعلام يمثل ما نسبته من 75% 8% من أي حرب لذلك هي نحن سنستفيد حول يعني كيف نقيم أداء الحكومة الشرعية فيما يتعلق بالجانب الإعلامي لا أخذ ذلك لكن نتحدث اليوم أيضا عن أهمية المعركة في ظل أهمية الإعلام في ظل استمرار المعركة مع الميليشيا الحوثية الميليشيا الحوثية يعني تعطي الإعلام اهتماما كبيرا لها قنوات كثيرة تبث من بيروت في لبنان من الضاحية الجنوبية تحديدا انظرنا خير عزيز أنا انتقطعت عليه كنا في هذا السياق الإعلام هو رأس حرب المعركة والطرف الآخر مؤمن بذلك منذ اليوم الأول وعد إمكانية كبيرة جدا واستغل التواجد أو المشروع الإيراني في المنطقة وأدوات المشروع الإيراني في التحشيد وفي المناصرة في المقابل للأسف أن الإعلام في الشرعية حتى الآن لم توجد رؤية ناضجة أو رؤية متكاملة لقولبة الإعلام الشرعية أو مناصرة أو تحشيد مناصرين لهذا الإعلام لذلك نجد أن هناك تباينات وهناك فروقات في أداء إعلام الموالي للشرعية أو الشرعي بحد ذاتها للأسف أن هناك كذلك نتوءات وأطراف شادة في الموضوع في مهاجمة مكونات الشرعية وهذا مما أضعف الرسالة الإعلامية للشرعية أو المكونات السياسية الموجودة في الشرعية أو المناصرة التحشيد لم يكن على الوجه المطلوب لم تكن هناك رؤية متكاملة أو مخرجات معينة للتعامل معها هناك جهود هنا وهناك جهود بعضرة لا ننكرها هناك محاولات لكن لم ترقى إلى أن تكون هناك جبهة إعلامية كبيرة جدا عند الحديث عن الإعلام نجد أن الكثير من المناصرة جماعة الحوثي من بلدان وأقطار مختلفة من البحرين من العراق من إيران من سوريا من لبنان من غيرها من الكويت من عدد من الدول فيما نجد أن المناصرة الشرعية مناصرة طائفية للأسف للأسف هذا الحوثي منذ اليوم الأول المشروع الإيراني هو أصلا مغطى وبلباس وتحت عباة الطائفية تم تقريب هذا المشروع لذلك تدعى التكتلات هذه إلى مراصرة هذا المشروع من خلال البعد الطائفي والمذهبي لكن في المقابل ليس هذا مبرر أن يكون أداء الشرعية بهذا الشكل لا بد أن يكون هناك عمل جاد في محاولة وإخراج قوالب جديدة الإعلام الجديد أصبح له دور كبير وفعال في سوشال ميديا تحديد القوالب الجديدة أصبحت هي أكثر تأثير وأكثر سوعة انتشارا لذلك لا بد من تطوير وتحديث هذه الأدوات وتقديم برامج يعني أو رؤية واضحة للمجتمع سواء المحلي أو الخارجي هنا نتحدث عن قضايا يعني وطنية محورية يفترض أن تتمحور حولها الرسالة الإعلامية للإعلام المساند للشرعية بشقية الرسمي والأهلي طبعا هناك جهود بذرت في هذا الجانب ليس لا يمكن أن ننكر ذلك لكن يحتاج المزيد من هذا الجهود للأسف أخي عدنان ندرك جدا أن هناك حدث بعد سقوط الدولة وخروج الكثير من الصحفيين من صنعة أو محاضات التي حصل هناك تجاذبات أولا علينا أن نعود إلى أصل المشكلة الكثير من المؤسسات والخصوص الأهلية كانت في مرحلة ولديها اكتفاء ذاتي أو أصبحت تدير مشاريعها بشكل ناجح من خلال الاستثمار أو من خلال الاكتفاء الذاتي لمؤسستها وتغطية احتياجاتها المالية كاملة عند السقوط الكبير لصنعة ومعقبة أصبح هؤلاء الملاكة تلك المؤسسة أو الإعلامين العامين في تلك المؤسسات مشردين لا يمتلكون شيء مرت سنوات طويلة من دون أن يلتفت إليها بأحد لم يتم استيعاب تلك الأقلام وتلك الكوادر وتلك القامات والهامات العلم الكبيرة للأسف أن تلك الهامات الكبيرة أصبحت فشتات مبعثلين في عدة دول سواء في الدول العربية أو في اللجوء خارجها في أوروبا وغيرها المرحلة هذه التي عقبت الانهيار حصلت هناك استقطابات وهناك الشراء لبعض الأطراف المعينة وأثرت على الرسالة الإعلامية الكاملة عقبها كذلك خروج عدد من ما يسمي أنفسه من ناشطين في التواصل الاجتماعي وقدموا أنفسهم كإعلاميين وأصبح هناك لبس لدى المجتمع خصوص من هو الإعلامي ومن هو الناشط ومن هو غيره هذا اللبس أثر لأن هناك أقلام كبيرة ومؤسات عريقة توارت واندثرت بسبب الوضع الاقتصادي والوضع المالي وغيره والتهجير والنزوع إلى آخر الخروج تلك الوجوه الجديدة التي قدمت على التواصل الاجتماعي للأسف أنها أصبحت هي الحاضرة بشكل كبير وأصبحت تقدم أنها وجوه إعلامية وبدون التحري أو بدون تقديم رسالة واضحة من قبل هذا بل أن هذه الشخصيات معظمها أثرت على جسد الشرعية ونهجت في جسد الشرعي منذ يوم الأول وتطاوت على رموز الشرعية والأسف أنها كانت تغطى بغطاء واحتواء من قبل أطراب معينة هي إما مناصرة أو إما من داخل الشرعية نتحدث عن جهود الإعلام في المعركة الوطنية الحالية في تعزيز الهوية الوطنية قيم الجمهورية الحرية التعددية إلى آخر ذلك في ظل وجود الصوت الواحد في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية طبعا الحرية الصحفية الموجودة في المناطق المحررة كان لها دور كبير في احتواء أو في بقاء الكثير من الصحفيين الذين نزحوا وخرجوا من ديارهم من مناطق المسلطة على جماعة الحوثية التي أصبحت هي أصلا صوت واحد فقط ولم يعد هناك أي صوت آخر غير صوت الموالي لجماعة الحوثية أو حتى ليس الموالي العناصر التابعة لجماعة الحوثية حتى الناشطين أو الذين هم مناصرين لجماعة الحوثية في أبسط محق أو أبسط معارضة أو انتقاد بسيط جدا لتلك الجماعة نرى القصص القمع والاعتقالات وغيرها لهؤلاء الذين هم أصلا منذ اليوم الأول مناصر جماعة الحوثية ومنذ اليوم الأول منطوين تحت شعار جماعة الحوثية رأينا التضيق على الحريات وتكتيم الأفواه رأينا الصوت الواحد الموجود في صنعة التعدد والتنوع الموجود في المناطق المحررة كان شيء إيجابي جدا في صناعة المعرفة وصناعة رسالة متقدمة ورسالة ناضجة للمجتمع وإعطاء صورة للمحيط سواء العربي أو للدول المهتمة الغربية بالشأن اليمني عن الحريات وعن التنوع السياسي الموجود في المناطق المحررة هذه الرسالة للأسف حتى الآن لم يلتقطها الإعلام الغربي بشكل مباشر أو بشكل صحيح لم نجد هناك حديث بشكل دقيق ومركز على الممارسة الحوثية في في المحافظات المسيطة أو المحتلة من جماعة الحوثي الحرية الصحية في التضيق الموجود نجد هناك بيانات وإدانات من فترة وفترة من اتحاد الدولي الصحافة أو نقاب الصحفي الليمنية وغيرها من المنظمات المهتمة بالشأن الصحفي لكن التركيز على تلك الممارسات وتلك القبضة الحديدية لجماعة الحوثي لم تكن متساوية مع الجرم أو اليدانات والتركيز الإعلامي لم يكن متساوية مع الإجرام ومع الجرم الذي قامت من جماعة الحوثي يكفي جماعة الحوذي إجراما في الحقوق أو في حق الصحفين هو جعل الصحفين أهداف للطيران عندما تم استهداف الزملاء في محاولة ذمر يكفي تلك الجماعة إجراما هو اعتقال الصحفين المحررين الذي ظلوا أكثر من ثمان سنوات إلى سبع سنوات في سجون جماعة الحوذي تلك الجرائم المستمرة من قبل جماعة الحوذي للأسف أنه لم يتم محاولة ملاحقة برتكبي تلك الجرائم محاولة تكوين ملف لعاقبة تلك العلاصر الموجودة والمتسببة بتلك الجرائم لا بد أن يكون هناك تنسيك كبير على أعلى مستوى من قبل وزارة الشئ القانونية ومنظمة المجتمع المحلي والمؤسسات الصحفية في تكوين ملف لمطاردة وعدم السكوت حتى العقاب قد لا يأتي اليوم أو غدا ولكن لا بد أن يكون هذا الملف مستمر على أمد طويل ولا يفتد هؤلاء بالعقابة أن يدركوا جيدا لأن هناك مطاردة مستمرة بأسمائهم ولا بد أن يصنفوا وأن يقدموا في القائمة السوداء لمنتهك الحقوق والحرية الصحفية ولا بد أن يدور أسمائهم ويتكون حاضرة في أي فعالية في أي نشاط إعلامي لا بد أن يتذكر المجتمع وتذكر زمال الصحفين أن هؤلاء هم من قتل زمال الصحفين هم من عذبوا هم من اعتقلوا هم من انتهكوا الحريات والحقوق وهم من نهب المؤسسات الإعلامية بقاءهم بعيد عن العقاب أو المطالب العقاب سيعطيهم المجال في المزيد من انتهاكات والمزيد من الممارسات البشعة والجرائم التي لا تتوانى جماعة حوثية أنتكابها نعم طيب يعني المنشية الحوثية مثل ما أشهرنا في بداية الحلقة قامت بنهب منظم وتدمير منظم لمؤسسات إعلامية اختطفت الصحفيين والإعلامين الآن الميليشية الحوثية وعقب انقلابها في إعلامها تروج للخرافة والعنصرية والملشنة يعني كيف الإعلام الشرعية أن يواجه ما يقوم به الميليشية الحوثية من هذه يعني الانتهاكات وهذا التفخيخ لعقول الناس من خلال نشر خرافاتهم وكهنوتيتهم انظر يا سيد عبدان القضية أن الجماعة الحوثية لديهم مشروع مشروع عادة اليمن إلى أكثر من 200-300 سنة ليس لديهم إشكالية من الخرافات ومن الخزع وبرات وغيرها جماعة الحوثية تدرك جيدا أن قد يكون هذا الجيل هناك جيل معارض وواعي جيل 16 سبتمبر وقد يكون مقاوم لهذا المشروع وهذه الخرافات بحده الأدنى على أقل جماعة الحوثية تعمد إلى إنشاء جيل جديد مؤمن بهذه الخرافات وهذه الخزع وبرات وهذا الفكر الطائفي والذي دمر النسيج والمجتمع اليمني لذلك تعمد إلى ترسيخ هذه المعتقدات وهذا الأفكار في النشئ الجديد من خلال استهداف عدة وسائل سواء الإعلام أو الأطفال من خلال دورة ثقافية وغيرها المنهج الدراسي الذي تم تعديلها من خلال المحاضرات والخطبة التي تركزها في المساجد هذا البرامج المتنوعة هي لا تستهدف من تعدى حاجزة 30 أو 20 سنة الذي أصبح لديه وعي يعني موجهة ضد الشباب نعم موجهة للشباب محاولة إنشاء جيل جديد يؤمن بالطائف ورأينا الصور التي تبث والمقاطع الفيديو من المناطق سيد الحوثي الشعارات الطائفية يا حسينا الكلام الذي لم يعهد اليمنين على مدى عقود الموجهة للأطفال وتعبيتهم وتحشيدهم تحت قطاع وعبارات طائفية ومذهبية هذا هي عبارة عن قنب الأنفخغة أو لغة الأنفخغ يتم تفقيق به اليمنين للأسف أن هناك رؤية قدمت في حينها من يوم الأيام إلى الحكومة الشرعية أنه لابد أن يكون هناك رد أو عمل منهج مماثل لما تقوم بجماعة حودي للحفاظ على هذا النشأ نحن أخي أدنان قد نستيقظ بعد سنوات على كارثة موجودة في المناطق المحتلة أصبحت كارثة موجودة لا زال هناك جيل يتم تعبيته بشكل كبير هذا الجيل سيسبب النسيجي الإيماني قد دمر لكن سيزيد من تدمير النسيجي الإيماني وسيزيد الشرف وسنرى أننا أصبحنا دولة مصغرة أو نموذج مصغرة مما يحدث في دول أخرى التي استطاعت إيران أن تدخلها الطائفية والمذهبية ودمرت المجتمع العربي نعم سأعود إليك أستاذ محمد ولكن نذهب مشاهدين الكرام من فاصل قصير ومن ثم نكمل نقاشنا في هذه الحلقة من برامج حديث العاشر نتحدث عن دعم واحتضرنا أشقاء في السعودية للإعلام الرسمي والأهل المساند للشرعية في مواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية في محورة ثانية نتحدث عن دول الإعلام في أيضا معركة الوعي وإسناد المقاتلين في الجبهات فاصل ونعود مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في حديث العاشر نناقش في هذه الحلقة كيف سهم دعم الأشقاء في السعودية في احتضان الإعلام الرسمي والأهل المساند للشرعية أرحب من جديد بضيفنا في الأستوديو الصحفي محمد الصالحي رهيس تحريد موقع بران بريس مرحبا بك من جديد ونحن أشرنا في المحوال الأول فيما يتعلق وأشرت إلى ضرورة وجود يعني كيان جامع للمؤسسات الإعلامية أو الإعلام الدعم للشرعية بحيث تكون الجهود منصبة في مواجهة ما تتعرض له الهوية الوطنية وما تعرض له اليمنيون من تفخيخ من قبل إعلام ميليشيا الحوثي هل تحقق ذلك؟ ما الذي يحول دون تحقق ذلك على أكمل وجه أو بالشكل المنشود؟ طبعا موضوع وجود كيان جامع صعب جدا تحققه لأنه أصبح الآن الإعلام فضاء واسع جدا وأصبح المؤثرين يعني ليسوا أنا أتحدث عن القضايا الجوهرية نعم لابد أن يكون هناك تشبيك بمعنى أن صحيح أنه يكون هناك تشبيك وهناك مد خطوط تواصل وتقديم أولويات في العمل الإعلامي وتقديم القضية الوطنية هي تكون هي محورة اهتمام الجميع نحن الأخي العزيزة شردنا في بلاد العالم لم يعد لدينا بلد دمرت اليمن ودمرت أصبح اليمنين مهجرين سواء نازحين في بلادهم أو مهجرين بالملايين خارج البلاد لابد أن يكون لدى الإعلامي أولا هي الرسالة الأسمى ومعرفة المهام التي هي على عاتقه المجتمع يتطلع إلى الإعلام أنه هو المناصر هو من يقدم هو من يكشف هو من يقود المعركة الوعي لذلك الإعلامي لابد أن يكون لديه هذا الإدراك بهذه المسؤولية الجمة التي لديه التباينات والمشاكسات الموجودة للأسف أنها أثر بشكل كبير لا أخفيك أن هناك أصوات أصبحت تغرد خارج السرب أصوات كانت محسوبة على الشرعية أصبحت تغرد خارج السرب بل أصبحت تناصر أو توالي جماعة الحوذي وهذا الإشكال الكبيرة لابد أن يكون هناك معرفة الأسباب ندل جدا هناك استقطابات هناك عمل منهج في استقطاب الكثير من المؤسسات أو القوادر الصحفية الهامة من قبل أطراف معينة ومن قبل قوى معينة ودول إقليمية لاعبة في المشهد اليمني لكن لا بد أن يكون لدى وزير الإعلام أو وزارة الإعلام والحكومة الشرعية آلية تبتعد عن العمل الذي خلال عشر سنوات لم يجد نفعا عليها مراجعة الأسباب التعذر بعدم وجود موازنة لدى وزارة الإعلام نوع من الهروب من الواقع ليس في بعض المعالجات ليس المال هو الأساس هو أساس التواصل ومحاولة ترابط مع تلك الوسائل أو مع الزمن الإعلاميين ومحاولة قولبة وتكوين رسالة واضحة قد لا تكون بمجملها سليمة مئة في المئة أو تصل بمجملها لكن قد يصل بعض منها لكن البقاء وترك الإعلاميين والمؤسسات الصحفية عرضة للشتات وعرضة لعدم وجود رؤية واضحة يخرج الصوات النشاز ويتخرج تلك التباينات والمشاكسات بسبب عدم وجود رأس أساسي يجمع الناس في هذه المعركة أو في هذه المرحلة المهمة في رأس على الإعلام سواء أخي العزيزي على المستوى المحلي كمحافظات نعاني نفس الإشكالها هنا تأتي إلى المحافظات المحررة نفس الإشكالها تجد هناك إشكالك في نفس المحافظات لعدم وجود تكامل بين أبناء تلك المحافظة من الإعلامين وغيرها وإن رأينا أو نظرها أعلى أو أوسع نجد أن هذه المشكالة موجودة على مستوى اليمن القاطبة لذلك حتى الأخوة في دول التحارف العربي أو الخليج على وجه خصوص المملكة العربية السعودية والإمارات لابد أن يكون هناك تشبيك مع تلك الأقلام محاولة الإبتعاد على الإخلافات وأنا أتمنى الأخوة في المملكة العربية السعودية خصوص لها دور فعال في استقطاع أو في احتواء الكثير من الإعلاميين اليمنين ومستوى اليمنية لكن كذلك نحتاج جهودهم في مساعدتنا وفي الدعم وتوجيه كذلك المثقفين وكتاب الموجودين لديهم ثقل كبير ولديهم تأثير كبير في وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص هؤلاء إذا ما توحدوا مع الرؤية الموجودة من قبل الشرعية سيكون لهم تأثير كبير جدا علينا أن ننظر للطرف الآخر كيف يتم التعامل من قبل المناصر اللهم من بلدان مختلفة والتشبيك الموجود لديهم وأن لا نعمل يكونهم قدوة لنا بالعكس نحن أصحاب هدف وأصحاب رسالة سامية وأصحاب حق وأصحاب جمهورية تم تدميرها ونطالب استعادتها لابد أن نكون نحن أصحاب المبادرة في هذا الشيء نعم طيب الإعلام المساند للشرعية كيف ينبغي أن يكون خطابه في المرحلة القادمة برأيك طبعا الإعلام المساند الشريعية قدم دور كبير جدا من ينكر أن الإعلام المساند خصوصا الكثير من القنوات ومنها قناة سهيل أو بعض القنوات والمواقع الأخبارية والصفحات على التواصل الاجتماعي كانوا دور كبير جدا تعمل منذ اليوم الأول بجهود ذاتية تعمل منذ اليوم الأول بإمكانية محدودة جدا ومع ذلك هي مغيبة من أي تواصل أو من أي دعم أو من أي حتى ثناء من قبل الإعلام الرسمي أو الحكومة الشرعية هذه المؤسسات دعني أخرج عن تفضل عندما سقطت صنعة لم يعد كان هناك أي وسيلة إعلام رسمية موجودة للرئاسة أو الشرعية القانون التلفزيون كانت لدى الحوثيين وكانت سبا وغيرها كان الإعلام المساند وخصوصا القنوات الفضائية الأهلية والمؤسسات المواقع الأخبارية الخاصة أو الأهلية هي من كان تبث خطاب الشرعية واستمرت على ذلك حتى تساعد الشرعية مؤسساتها وغيرها خلال هذه الفترة كانت هي هذه القنوات والمواقع الأخبارية هي الناطق باسم الشرعية ومع ذلك نرى أن هناك تعامل غير سوي مع تلك المؤسسات الأهلية أو الإعلام المساند لابد على حكومة الشرعية أن تدرك جيدا وأن تعود بالذاكرة قليلا إلى أن هذا الإعلام المساند منذ اليوم الأول تبنى رسالة الشرعية في وقت تساقطت الكثير من الأقنعة وتهاوت كثير من المؤسسات وتهافت الكثير من الإعلامين أو غيرهم السياسين إلى جماعة الحوثي صمدت هذا الإعلام المساند واستمر وهو يعاني الأمران منذ اليوم الأول بل أن الكثير من المؤسسات والإعلام المساند تراجع أداءه الإعلامي بسبب وضع الاقتصادي والماء والعدم إعطاء أولوية أخي العزل لا يريد الإعلام المساند منك أن تعطيني مالا اعطيني فرص في العمل اعطيني إمكانية لعمل وأقدم رسالتي السامية أما أن أظل مشرد خارج البلاد ندير مؤسسات أو تدير مؤسسة مساندة وأنت في وضع مأساوي أو في وضع سيء جدا ليس من المنطقة أوليس مطلوب مني أن حاسبنا أو تقول الإعلام المساند قسطرة يوم من الأيام هذا الحديث عن الإعلام المساند أخي عدد نتحدث أيضا عن واجب الجهات الحكومية تجاه ما تعرض له الإعلاميون والصحفيون أيضا كيف نقيم أداء الحكومة الشرعية اهتماماتها بالجانب الإعلامي للأمانة الأخي الوزير معمال إرياني لحضور فعال في التواصل وفي يعني التواصل مع الأشخاص واعطاء كثير من اهتمام خصوصا الأخوة الذين كانوا في الصحفي في السجون وغيرهم وكذلك تم مقابلة قيادة الشرعية من قبل هؤلاء لكن هل تم وضع برنامج حقيقي لمعالجة الأذار النفسية والمعنوية التي طالت هؤلاء هؤلاء الأبطال هؤلاء الرموز كان من الواجب أن تظل صورهم معلقة في جميع المحافظة الجمهورية كرموز الحرية التعبير هؤلاء قدموا أفضل سنوات عمرهم في سجون الاحتلال وهم يناصروا الشرعية ويطالوا بالسعادة الجمهورية المنية ماذا كانوا يقدم هؤلاء الشباب حينما تم اعتقالهم ما هو الجرم الذي قاموا به سواء أنهم كانوا مناصرين للشريعي ورافضين لبنيشة الحوذي ضاعت سنين سنين عديدة منهم داخل السجون عانوا أولادهم وأسرهم الأمرين لم يعطوا التقدير حتى الآن صحيح أن هناك تم حضورة ومقابلة لبعضهم لكن لم تعطى لهم المكان الفعلية لهؤلاء الرموز وهؤلاء الأبطال لذلك المطالبة الحكومة الشرعية وزير الإعلام أن ينظر إلى هؤلاء كرموز وطنية خالدة يخلدها صفحات التاريخ أن هؤلاء قدموا تضحيات جسيمة وكذلك لا ننسى الشهداء الإعلام الذين قدموا أنفسهم رخيصا من أجل إيصال الرسالة والصورة نعم إذن سأعود إليك نشرك معنا في النقاش زايد جابر الكاتب والباحث مرحبا بك معنا نتحدث عن دور الإعلام في معركة الوعي كيف ينبغي أن يعني يساند إعلام الشرعية معركة الوعي يعني كيف ينبغي أن يكون الدور التوعوي والتثقيفي والتنويري في مقدمة اهتمام الإعلام المساند للشرعية المعركة مع الحركة الحوثية هي معركة شاملة وليست فقط معركة عسكرية وبالتالي فيجب أن تكون مواجهتها مواجهة شاملة وما من شك أن الفكر هو أحد أوجه هذه المعركة وخاصة أن الحوثية قبل أن تكون حركة مسلحة هي حركة فكرية عنصرية سلالية وبالتالي لا بد من مواجهة هذا الفكر السلالي العنصري والإعلام هو وسيلة يعني إيصال الصوت المناهض لهذا الفكر العنصري وتفنيد وإضاح خطر على المجتمع وعلى الأجيال القادمة وبالتالي فإن معركة الإعلام لا تقل عن معركة العسكرية ويعني قد قام الإعلام ما من شك منذ بداية هذه الحركة بدور كبير لا يمكن إنكاره وإن كان المطلوب يعني تكثيف هذه الجهود لبيان خطر يعني وتضليل الحركة الحوثية وما تقوم به من قسل أدمغة الشباب وخاصة صغار السن ومواجهة هذا الفكر بالفكر الجمهورية بالفكر الحر ومواجهة الفكر بالفكر نعم إسناد المقاتلين في الجبهات المدافعين عن الجمهورية والحرية والكرامة كيف ينبغي أن يكون أيضا مساندة إعلام الشرعية لهؤلاء الرجال الأشاوس الذين يعني يذودون بدمائهم عن الجمهورية ما من شك أن الكلمة هي رفيقة البندقية في معركة النضال من أجل الجمهورية ومواجهة الفكر السلالي العنصري ومواجهة التمرد الحوثي وبالتالي فللإعلام دور كبير في مرافقة يعني المقاتلين والجيش الوطني والمقاومة الوطنية وكل من يواجه على الأرض ويبذل دمه وماله فدور الإعلام مهم جدا في شحذ همم المقاتلين في الميدان وإبراز بطولاتهم وإبراز نضالهم وما يقومون به دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الجمهورية ودفاعا عن مكتسبات الشعب اليمني وقد كان الإعلام ولا يزال يعني مرافقا للمقاومة ومرافقا للجيش الوطني في كل مراحل النضال وفي معركتنا ضد الحوثية وضد التمرد الحوثي منذ بداياته ويعول عليه كثيرا يعني بإذ المخاطر لا تزال قائمة وتمرد الحوثي ويعني لا تزال إرهاب لا يزال موجود وبالتالي الإعلام مهم في مرافقة البندقية ومرافقة المقاتلين وإظهار وإبراز بطولاتهم ومواجهة يعني هذه العصابة العنصرية السلالية وبيان ويعني مخاطرها على المجتمع وعلى الأجيال اليمنية وإظهار مغالطاتهم ويعني ما يقومون به ومحاولات يعني تسطيح الوعي وتضليل الجيل وما من شك أن الإعلام قد لعب دورا في كشف يعني ما يقوم به الحوثيين من تضليل ومحاولاتهم يعني لكسب شرعية ومغالطات لم تعد تنطلي على أحد ولهذا الإعلام مهم وسيستمر في معركته الوطنية المقدسة حتى استرداد الجمهورية وهزيمة هذه العصابة التي جاءت في غفلة من الزمن وقامت بما قامت به من جرائم حتى اليوم شكرا جزيلا للكاتب والباحث زايد جابر أعود إلى ضيفي في السوديو الأستاذ محمد الصالح رئيس سحر الموقع بران بريس أستاذ محمد يعني البعض أقول أنه هناك فجوة ما بين الإعلامين في الداخل والإعلامين في الخارج يعني كيف يمكن ردم هذه الفجوة كيف ينبغي أن يكون التواصل بين إعلام الداخل وإعلام الموجود في الخارج المساند للشرعية طبعا تبعات الحرب وآثار الحرب لها كثير جدا يعني من سلبيات ومن آثار أقل هوا التي حصلت بين كما تحدث أخي عدنا عن الإعلام الداخل والخارج لكن ليست بتلك الهوا الكبيرة أو تلك المعضل الحقيقية التي قد يقف أمامها أو تسبب لنا عائق أمام تقديم رسالة إعلامية ناضجة النزوح الكبير أو التهجير الكبير الذي حدث اليمنيين من تبعاته هو هذا التواجد الكثير من الكواد الإعلامية والناشطين خارج اليمن لكن الرسالة هي واحدة والهدف المنشود هو واحد ولكن كل واحد يأخذ من زاوية معينة ولكن هل هناك رؤية نعود إلى المحور السابق هل هناك رؤية حقيقية لمعالجة هذا التبايينات أما الموجودين في الداخل كان لهم دور كبير يعني لولا وجود الإعلامين في الداخل وهم المرتخز الرئيسي والأساسي نحن ومن كنا في الخارج وازلنا في الخارج كنا يعني في الأول أخير بعيدين عن المعاناة التي عانوها زمالاءنا في الداخل الأبطال 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 أو الاتصال أو الاتصال الانترنت كذلك يعني مشاكل بيئة العمل الصحفي السليم كانت شبه معدومة ومع ذلك استطاع هؤلاء الأبطال الصمود والاستمرار في تقديم الرسالة الإعلامية من الداخل هؤلاء البعض لا يرى إلى المعاناة الحقيقية لإعلام الداخل إعلام الداخل استطاع أن يصمد وستطاع أن يقدم الرسالة بطريقة يعني تسجل لهم واشكروا عليها بسبب الصعوبات الموجودة وأقلها هي المعاركة الموجودة من قرب من المؤسسات الإعلامية حينها أو القصف الذي منتظر ليلة النهار أن يتصاب بتلك المؤسسات أو غيرها في أي لحظة من قصف الطيران أو صاريخ الباليستي الحوثية وغيرها نعم فيما يتعلق بالدحض شائعات الحوثيين وتثنيد افتراءاتهم وأكاذيبهم كيف نقيم أداء الإعلام المساند للشرعية في مواجهة ما تروج له المنشة الحوثية من أكاذيب وافتراءات ما يعني ما وصلت الرسالة بشكل واضح لكن الافتراءات الحوثية هي مستمرة الجماعة الحوثية هي تعمل إلى التزييف والكذب والخداع لذلك أصلا جماعة قامت على المخدع وعلى الكذب وعلى تصدير الإشاعات وتصدير الأكاذيب للأسف أن هناك تلقي كبير لهذه الإشاعات والترويج لها بسبب نعود إلى المحور يمكن الأول اتحدثنا عن أو الثاني عدم وجود مقابل لهذا الجماعة أو عدم وجود رؤية متكاملة للرد على هذه الشائعات وعلى هذا الأكاذيب العلام الحوثي هو قائم على الشائعات لكن الأمانة في الفترة الأخيرة وجدنا منصات على التواصل الاجتماعي وجدنا فاعلين مؤثرين من الشباب أو ناشطين لهم دور كبير في تعريح جماعة الحوثي هذه الأصوات التي تعمل بجهود ذاتية ونابعة من حبها للوطن ونابعة من وقوفها إلى جانب واستفافها إلى جانب الشرعية واستفافها إلى جانب الوطن أولا والدولة والمحافظة على هدف سبتمبر هاول على الأصوات الشابة لى تأثير كبير جدا وأصبحت أو الحسابات الموجودة في النصة أصبح لها تأثير وأصبح لها إعطاء قلق لجماعة الحوثي لذا رأينا أن في الفترات للخير جماعة الحوثي تهاجم فلان أو تهاجم الناشطة أو تهاجم الموقع الإقبال الفلاني أو الصفحة الفلانية أو القاناة الفلانية بسبب أن هذا القاناة أصبحت لأن تعريه جماعة الحوثي هناك دور كبير جدا موجود لكن أنا مؤمن منذ اليوم الأول لو كان هناك عمل منهج وعمل سليم أن ستكون رسالتنا أقوى بشكل كبير مما هو موجود حاليا أو من رسالة جماعة الحوذية أو من أداة المكينة الإعلامية الحوذية الموجودة ستكون رسالة أقوى وأكبر لأننا في الأصل لدينا حق ورح نرتكز على مبادئ سليمة وعلى أرضية سليمة وأصحاب رسالة صادقة ورسالة حق إذن أساعد لك أساعد محمد نشرك معنا في النقاش الصحفي نبيل صلاح مرحبا نبيل معنا في حديث العاشرة ما الذي يحتاج اليوم الإعلام المساند للشرعية كي يسمر في نضاله الوطني مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام في الوقت الراهن تعتبر وسائل الإعلام أحد أهم أدوات التأثير على المجتمعات حول العالم لدورها الحيوي أولا في موضوع أنه نقل المعلومات والأخبار بالسرعة والدقة المتناهية والإسهم في توعية الناس بالقضايا التي تهمهم وتشجيعهم على المشاركة في التنمية والحوار العام في الشعوب وتسهم في بناء الوعي العام وتشكيل أراء الناس حول القضايا الرئيسية سياسية اجتماعية اقتصادية أيا كانت من خلال أن هذه وسائل الإعلام توفر منصة للتعبير الحر يمكن للإعلام أن يساهم في تعزيز الديم الحضارية للشعوب في بلدنا للأسف الشديد أفرز الواقع إعلام موجه أولا من جانب الانقلابيين ميليشيات الحوثي الإرهابية سطت على آلة إعلامية ضخمة هي إعلام الدولة وإعلام المكونات التي سيطرت على مقراتها في صنعاء ومناطق سيطرتها وأصبحت تمتلك هذه الجماعة آلة إعلامية ضخمة موجهة ضد المجتمع في مناطق سيطرتها موجهة لرسالة الكراهية ومشروع التدمير الذي تحمله هذه الجماعة الأسف الشديد في المقابل لدينا إعلام أولا في الشرعية الإعلام الرسمي الممثل للدولة هو أداءه ليس بهذه الدرجة المطلوبة مقابل إعلام المليشيات الإعلام الذي يخاطب المجتمع فأيضا الإعلام المساند للشرعية قنوات مستقلة قنوات بواقع وسائل الإعلام مجتمعية سياسية حزبية أي أن كانت الإعلام المساند للشرعية إعلام جهد مشتت ضائع مترنه بسبب يعني الوضع الصعب الذي تمر به بعض وسائل الإعلام والتي هي ركيزة في معركتنا الوطنية يعني وهناك من لا يدرك أهمية الإعلام في هذه المعركة الرئيسية لليمنيين وفي الظرف الراهن نعم التحديات التي يواجهها الإعلام المساند للشرعية ماذا عن كيفية التغلب على هذه التحديات برأيك هناك وسائل إعلام غير رسمية وأداءها فاعل في المعركة الوطنية ولكنها تواجه تحديات تحديات الديمومة والاستدامة والاستدامة بسبب الموارد المالية الصعبة وبالتالي إحنا الشرعية يجب أن تضع الإعلام في أولوياتها أولويات المعركة ونحن في الظرف الراهن نواجه كما ذكرت إعلام يعني موجه من قبل هذه الجماعة أو الإصابة ومدعوم بشكل كبير وهي تضع في أولوية اهتماماتها وتوجهها وتسلط أكثر من مئة إذاعة أو لا أعلم بالتهديد بالإحصائية للمجتمع في مناطق سيطرتها كل يوم تفتتح المليشيات جماعة بينما تغلق الشرعية يعني تغلق في مناطق الشرعية بعض المؤسسات الإعلامية بسبب الظروف المادية الصعبة وهناك وسائل إعلام في طريقها للإغلاق في مناطق الشرعية للأسفل الشديد بسبب الاستدامة المالية والظروف الصعبة التي واجهها الصحفيون من ناحية مادية ومن ناحية الظروف العمل ومن ناحية الأجهزة ومن ناحية المعدات كثير من التحديات تواجه هناك لا يوجد التفاة حقيقية للوضع الإعلامي أولا الوضع الإعلام المساند للشرعية والإعلام الرسمي ولوضع الصحفيين في مناطق السيطرة الشرعية ولوضع المجتمع أو تقدير أهمية الرسالة الإعلامية للمجتمع في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي المجتمع هناك بحاجة إلى رسالة إعلامية خاطبة والشرعية الأسفل الشديد تركت فجوة في الرسالة الإعلامية بين المناطق التي يسيطر عليها ميليشيات الحوثي ومناطق الشرعية على المناطق المحررة وهذه الفجوة بحاجة للمل أولا من ناحية ضخ رسالة إعلامية للمجتمع في مناطق سيطرة الميليشيات أيضا دعم الإعلام الشرعي المساند الإعلام المساند للشرعية هناك وسائل الإعلام كانت تؤدي دور ضخف جدا لمخاطبة المجتمع والقيام بهذه الرسالة ولكنها تتراجع بأدائها بسبب الصعوبات والمعوقات العديدة التي تواجهها في هذه المرحلة شكرا دعزينا للصحفي نبيل صلاح أعود إليك أطرح عليك ذات التساءل سيد محمد صالح رئيس السحر الموقع بران بريس ما الذي يحتاج اليوم الإعلام المساند للشرعية كي يستمر في نضاله الوطني وفضح ما تروج له الميليشيات الحوثية من أكاذيب وافتراءات الإعلام المساند للشرعية يحتاج إلى أولا المجتمع الموجود يدرك أهمية الرسالة المقدمة نحن في الإعلام هو البوابة الأولى للحفاظ على المجتمع اليمني سواء من الانهيار الثقافي أو التصدي لجماعة الحوثي وغيرها من المشاريع موجودة في المنطقة سواء مشاريع طائفية أو مشاريع إرهابية متمثلة بجماعة الحوثي أو القاعدة وداعش المجتمع لا بد وخصوصا الرجال الأعمال والمؤسسات أو الشركات التجارية أن يكون لها حضور كبير في تقديم الدعم ليس الدعم المباشر أو الدعم المالي عليها أن تعين هذه الرسالة مهمة جدا وأن تفتح أبوابها للإعلانات التجارية لتقديم برامج مولة أو كما نقول خطة تسويقية لهذه المؤسسات وأن تجاوب تلك الشركات وغيرها مع هذا الإعلان المساعد لأجل أن تكون هناك رسالة إعلامة واضحة المال هو عصب الحياة والمال هو عصب الإعلام إذا لم تجد مال يقوم تلك المؤسسات الإعلامية أو الإعلام المساند ولم تجد الموارد الاقتصادية الكابية لتلك المؤسسات ستكون هناك إما انهيار لها تلك المؤسسات أو أن تستقطبها جهة معينة وهذا الذي الآن نريده نريد أن يكون هناك إعلام حر وإعلام متمكن وإعلام لديه رؤية ولديه استقلالية ولديه حرية في التعبير وحرية في الرأي لا يبد أن يكون لديه اكتفاء مالي من خلال المشاريع والبرامج أو الإعلانات التجارية لا نريد أن يقدم أي أموال مشروطة الأموال المشروطة هي التي دمرت العمل الإعلامي والتي دمر ونرى للأسف أن التمويل المشروط أو التمويل المقدم لبعض المؤسسات وبعض الجهات الإعلامية أسائل الرسالة الإعلامية ورأينا أن الرسالة الإعلامية أصبحت تنحدر والمتلقي أصبح ذكي لم يعد المتلقي محدود الوعي أو محدود المعلومة أصبح المتلقي يدرك جيدا أن ينظر إلى أي رسالة إعلامية أين مصدر هذا الرسالة وما هو هدفها لذلك لا بد أن يكون هناك مشاركة من الغرفة التجارية أو رجال الأعمال في إصال هذا الرسالة الإعلامية كما تحدث عنها شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة شكرا الله أستاذ محمد الصالح الرئيس سحر الموقع بران بريس شكرا لكم مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من حديث العاشرة السلام عليكم ورحمة الله